اه صح يا دولا دولا هو يعني أهيي اللي هو.. ؟ اسمه new look اه colocaret من ايها اي كنت في النزل? مايهえ parchment وامان اطلع من ايها لم يكن الي انجليزي سهل جدا very easy لا شفر انا المادة الوحيدة اللي مكنتش بفهمة هي الكبير ده على اساس ان انت كنت فين المواد تانية عموما، name look مفسرة نفسه newali يعنى ايه new يعنى شباك شباك? اي هيصة جاية فيه نيو يا يا لا نيو نيو يعني مثلا جديد هو نيو يعني جديد يعني لما بالقي واحد رجل مسلا اللابس حاجة جديدة بقول ايه الراجل دة لابس جديد في جديد يعني لابس نيو في نيو اه يا دولة صح اوقتريني اوانا بروح اشتري لمبة جديدة من عند القهرباء بقوله لو سمحت عايز لمبة نيون larva نيون يعني جديدة قوي يا لا لنجة يعني اما لاClassAT أي ايه دولة شaken اللي هو الشباك اللي هو دور دور اللي هو مثلا لا يقولك open snare اقفل الشباك كده يا دولة عليك يا السلام يا دولة دالة انا من غيرك ما هذه again وبيا ما تسوا شى حاجه أيضا يا رامزي يعني طب يا دولة اي حقeh نقول ماذا أي شاهدات اللي هو كلام الكثير والآصداع كلام يا غبي اللي هو اللي هو الكثير اللي هو يمشي في الشرق ده اللي بيمشي في الشرع بيتكلم لا يا دولة طب اما مال ايه اي كلام جاي فيه خلاص ولا انا مش عايز اي توك توك معايا اطلع على المغزن عايزك تلوك لوك عليه وعايزك تنظفه وتخليه نيون بلمع يلا جو جو مع اي دولة لسه ما طب انا عايزة ال طب انا هيا يا دولة ان او ها تخلصت الانجليزي يلا على هنا ماشي ماشي حتة حتة مرنا اصيزة عادة تحت امرك يا حتة انا طالب شي قبل الراجل ده انت دي تاني كباة بتنزل هاله وبعدين يعني وانا كمان يا دولة محدش نزللي حاجة انت اطلبت حاجة لا اصيز عادل بعد اذنك بقى يعني سبنا شوفي السبوبة يا سلام هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه لا بتدفع بس لما واغز يعني كل برغوت وعلى قد دمه لا 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 بقينا برغيت كمان يا نهاري السوع فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضا يا دولة دي قلت الاصل عالسيف امم وعالسكينة بطيخ ويا ما دقت عالراس كفوف ويا ما دقت عالقفوف كفوف لا 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 انتو هتلونه علي انتو الاتنين بقى قول ايه وهنلون عليك ليه وانت يا صبورة دولة اروح اجيب البشاورة يا دولة اجيب البشاورة عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه ايه بس كده يا دولة الصبورة هتتمسحه مشان نقرف ندفع بس بص بقى رمزي انا يعني ساكت عشان اسوزة عادل قاعد بس انما لو كنت لوحدك كنت وريتك ايه هتعمل له ايه يا حتة ما تخلنيش اغضب عليك اقوم اقطعك لمية حتة اه يا دولة والنبي ونحط بقى كل حتة في حتة بس بقى اسيب لي حتة بقى كده بقى كده ماشي طب انتو بقى الاتنين زباين كحيتي واخيركم اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما تدفعوش بقى شيش يا سلام اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا مبالح طالبين تلاتة شاي اه تلاتة شاي بعد ما تكسرتو التانية وانا دفعت امن الكبال الكسري يا حتة يا حتة ايو باشا الراجل اللي بين ده بقى ده وصوز عادل بيدفع بقشيش خمسة جنيه ايه يا حتة؟ خمسة جنيه ليه يعني بشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عندهم حل زيك ولماغز يعني كان فقران زيك بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده خمس محلات وكل ده في سنة واحدة اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجة؟ لا بصراحة الراجل ماشي في السليم قوي في السليم وعمل الفلوس دي في سنة ازاي يعني؟ يعني اهلاً 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 وسهلاً حضرتك معاك يعني عادل سعيد تفضلي انا اللي بعتلك اللي هو بتعكلمني شكراً يعني حضرتك انا عندي بزار كبير جداً غير كده حضرتك انا بكتب شعة ممكن حضرتك لا ايه يا مساء الكلام ده مش مهم بالنسبة اللي احنا عايزين نعمله بس انا قلت اقوله يعني خلاص اهلاً وسهلاً انا انني الورداني ستايلست ستايلست اهه حضرتك انا عارف طبعاً يعني ان انا خدت نمريتك كمان من حتة حتة اه حتة ده يعني حضرتك مش اهواجي ولا حاجة لا حتة مكاني يعني اه بس اللي انت متعرفوش ان انا ليه اكتر من طريقة للشغل هاعرفهم لكنت تختار الطريقة اللي تحبها اي طريقة حضرتك يعني انا معاكي بصي حضرتك انت المسؤولة على الحكاية دي تقوليلي اعمل ايه بالضبط وانا ايدي لما اخذ يعني هتبقى على كدفك احنا مش هنشتغل على الانترفيس الخارجي بس احنا هنشتغل كمان على الداخلي حضرتك بصي أنا غيرت الدكور بقالي فترة يعني بقالي مثلا سنة تقريبا مغير الدكور كله انت أخبار الإنجليزي بتاعك ايه الإنجليزي لا يعني عارفة ما بستوعبوش قوي يعني غريبة انت بتشتغل في السياحة يعني كل شغلك مع الأجانب لا حضرتك عارفة أنا بفضل جدا السياحة الداخلية شكلك كده هتاخد مني مجهود كتير جدا بس نو بروبلم نو بروبلم يعني ما فيش مشكلة دي عارفها يعني بص حضرتك أنا معاك وعمل اللي انت عايزة المهم أنا أعملي بقى بص يا سيدي نيو لوك بتاعي الشخصية بيتكون من جزئين اه يعني بينزل على حتتين يعني حتتين؟ اه حتتين اشتا معلم أنا كده عرفت سكتك بص بقى يا سيدي الزبون يحب دايما اللي ينصب عليه ينصب عليه ايه لا لعلمك أنا عمري ما حبيت حد ينصب عليا وما بسيبش حققة أبدا لا افهمني انت دلوقتي لو واقف في البازار بتاعك ولابس قميس ثمن وقالف جنيه وده خلك زبون يشتري حاجة باتنين جنيه لو انت قلتله عشرة هيدفع عشان هيكسف منك وايه اللي يكسفه يعني الزبون؟ يعني هيشوفك برانس كده يكسف انه يفاصل معاك في جنيه ولا اتنين اه تصدق ساقها دي فهمتها برافو عليك الحاجة التانية بقى أسلوب حياتك كله لازم يتغير طريقة كلامك ماشيتك قعدتك انت لازم كل حياتك تتغير لازم تكيس كل الناس اللي حواليك اكيس كل الناس بس كده يعني متهالي لكياس هتاخد نص الميزانية يعني مش مشكلة هي هتجيب لك اكتر من اللي انت دفعته بكتير صح برضو بس في حاجة كتيرة انا مش عارفها يعني طريقة الكلام طريقة اللبس يعني تكيت وكده يعني امال انا بعمل ايه انت سيب لي نفسك خالص وخليك ورايا وانت مغمد وانا هخليك زي الكتاب ما بيقول مش اهم حاجة بقى هنستلم الكتب امتى يا منت يركز يركز وحل التمرين ده اهو وصلي هنا بهنا يا جماعة بصراحة بصراحة انا حاسة كده ان عادل قلب فجأة بقى عرجوز بعد النيو لوك لكل هو عمله ده والله هو مطلوب النيو لوك دوا بس يعني هو هي از اوفر اوفر يعني مش مفودي بشكل ده الراجل ما يعبوش اللي جيبه وبعدين ابني مخلينا مش عايزين اي حاجة خصوصا الايام دي الحاجات جايبها بزيادة اوي 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 ايوه بصراحة يا حماتي عادل اتغير جدا بقى واحد تاني ويهتم بالمناظر والمظاهر اكتر من اللازم وبقى حاجة كده محبطة بصراحة انا شخصيا معجبة جدا جدا بالنيو لوك بتاع ابي عادل انا بحب اوي يا بابا عشان شكله بقى يضحكني يا ياسمين ركزي ركزي يا ياسمين انت بتدور على اي حاجة تشتتك خش 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 يا رجالة خش اطولي الكمبيوتر هنا ويريد تفتح لي اللاب توب عشان اشوف في حد بعتلي ميل ولا حاجة الموبايلات معك تمام يا رايز هتفضل معك عشان ترد على الناس كلها الشانتة بتاعتي فين؟ الشانتة دي موجودة طب كويس اوي خدوا رجالة خدوا رجالة يلا شبراء ونفسكو خد قدمي الجنية طي العالي يا رايز قدمي الجنية قدمي الجنية ناقص عادل ده ناقص محدث نعمة ها اخبار الغدا ايه عاملين لغدا ايه النهاردة؟ عاملين لالجنباريا حبيبي جنباريا هاي لانا بحب الجنباريا عندنا جنباري وبنأكل جنباري. آآ ويا بيت كمان لو في القشر اللي فضل من الجنباري ده ترموه برا على الباب. يعرفوا ايه? ازي كان ده نص كيلو جنباري وخمسة كيلو روز. يعرفوا ايه? ايوة اللي بيشم ما بيوزنش يا حماتي. ناقص ناقص ناقص. المهم الجنباري آآ بعد حتى ما قشرتوه حتى لو نص كيلو. طلع قشر ولا ما طلعش قشر? طلع قشر. خلاص? القشر ده بقى ترموه تبدروه قدام باب السلم. عشان كل الناس تعرف ان احنا واكلين جنباري يا اخواننا استايل. وبعدين ده مش استايل داخلي بس استايل داخلي وخارجي كمان. ايوة بس كده القطط هتتلمى عندنا. حتى لو القطط تلمت القطط هتعرف ان احنا واكلين جنباري هتقول الكلاب. الكلاب تقول للفران يبقى كل الكائنات اللي هيعرفوا بقولكوا عشان كده. ده استايل داخلي وخارجي. نيولوك. داخلي وخارجي وعالسلم اه? اه لو صبحت انا مش عايز اعتراك كتير. بس بقى يا عادل ده ما اسموش نيولوك. ده اسموك قزارة. قزارة. قزارة ايه? اما الناس يشموا ريحة الجنباري دي مش قزارة. الكلام ده لو بيشموا ريحة بتنجان. بيشموا ريحة فول مدمس. دي تبقى قزارة. دي ما اسمعاش قزارة. ولو انتوا خايفين على الريحة يعني يا ويخد ايه يا سمين? تعال يا حبيبتي. ازاستي البرفان دي حطيها لو سمحتي اه على ايش الجنباري وبعد ينسيبيها جنب برضو ايش الجنباري. حاضر يا بابا بس دي مليانة. بص يا حبيبتي انت مشان يا بابا قصدوا ايه? قصدوا ان الكلاب والقطت بعد ما ياكلوا الزفارة والقزارة اللي عندنا يتبرفانوا فينزلوا الشارع الناس تعرف ان هو متبرفانين من عندنا. معقول الكلاب والقطت ينزلوا وسخين. ها 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 هاي. برافو عليك يا سنة ابتديتي تفهمينا يا بابا. البذلة باش. البذلة تعال يا مكواجي. تعال。 حسابك كام يا ابني? سبعة جنيه باش. سبعة جني rat? تهبل ولا ايه? انا ادفع سبعة جني你 لبذل ما بثمنها اربعة الاف جنيف? انت بتستهبل؟ امكما باش? يعني خد منا بتكله يا باشي. انا متقوليش? انا بقا لكتير قول للجران كلها ان انا روحت للاستاذ عادل سعيد وداني خمسين جنيه مكوة بدلة. حاضر يا باشي. حاضر يا باشي يا ده كتير والله حاضر عليك إن إحنا النهاردة دبحين جنبري والقشر كان مرمي قدام الباب ده كتير يا باشي سمت 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 هاد البادلة هادها تعودت عليه يا مكواجي أيها باشي أيها باشي خدها هدية عشانك تكرع الله قال بشكرا با عادر عادر 4-3 جنيه عادر ستايل ستايل يا جماعة أنتو إيه؟ مش فاهمين ولا إيه؟ أيونا دولة ها قربت من باب البزار ولا لسا؟ دولة يا رمزة لا خلاص وصيلته هو جوة ال بازار بايك جوة خلاس ato اه خلاس أنى شوفتك بقى يا دولة خلاص سامة سامة اسامة ما تقفلش ما تقفلش يا له التليفون خلينا نتكلم كدا ليه يا دولة ليه؟ هو إلي ليه ععزين نقعد نتكلم في التليفون شوية يا دولة عايزين نوفر كهرباء يا دولة يا لكهرباء ايه يا لنا نوفارها ? انى عايز فاولة تليفون دي الجيل لشهر ده مش eliminate 3000G اه طب يا دولا كنت عايزك يعني في طلب كده وان كنت عايز عاصايا اللي هي فرعونية كنت عايز منك يعني طلب كده وان عايز عصايا اللي هي الفرعونية كده علشان وان بايروح اجيب لك طلبات من الشرع العال بقى بيشوفوني باللبس يدرون بقى بيحوضوا يدربوني يا دولا يعني وانما اجيب لك يعني العصايا دي هيمسكوا العصايا هيدربوك بيها يا غبي لا يا دولة ما انا هحطها بقى علقها كدوان على سدر بجنزير ما الجنزير ده يربطوك في اي عمود يادوي عوض يدربوك بالعصايا برضو اهبن يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بالعب كون غفول كون غفول ما انت بقى يا زكي لو كنتكملت وخليتها كون غفول وطعمية كان زمان بقى عندك مطعم دلوقت مكسر الدنيا اه يا دولة اه يا دولة اه ما اتفكرنيش يا عمو كنت زماني متنغنغ دلوقتي اه الحمد لله انك انت مش متنغنغ يلا بقى قافل عشان طولنا كده ماشا دولة مع السلامة عايزة بقى شوفك بقى اه الو 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 ده الشبكة زبالة التليفونات اللي معاكو مرنيتش ليه الغاد للوقتة فندية وانا اعمل ايه بس اخرضتك تعمل ايه ايه شوفوا شغلكو اتصرفوا يا سيدي اما انتم شغالين معايا ايه وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكة من اللاب توب ده الحمد لله ايه ده انت نزلت الترابيزة ليه لو سمحت عشان اشغل اللاب توب شغل اللاب توب وطلحها تاني فوق بعد ازلك انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لاب توب محطوط على ترابيزة ولا رمز ايه نعم ادول انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده والعال مش اشكلم ما يزفوك يا لا لانما الناس يشوفوا العال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي الشغال عندي في البزار اوه يعني انا بمسانة مدير دعامة واعلانات يعني بمسانة ايوه بمسانة المدير بتاع الدعامة والاعلانات منك اللي بتقول كلام غريب يا لو انا معلم تيتي اه تقابلني في البزار انا مبابلتش حد في البزار يا معلم اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه هو ده اللوك الجديد اما ليه وبالمرة يبقى كافيه عمل ايه الاكل ده كله عادي انا كله بطنة هتفرقع يا عم ما تفرقع ايه المشكلة انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوطي اللي هيورد لنا التماثيل لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطمع بالساهل ولا غلط لا غلط طبعا انت بتتكلم ليه سيبنا انا اللي اتكلم معاه هو انت اللي عامل النيولوك ولا انا اللي عامل النيولوك اذا ربما انبس يعني اه ما بسش ولا حاجة انا بقولك اه يعني انت اللي تبقى المتحدث الرسمي ايوا انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع المزارات سالفول يا رجالة اهلا اهلا زكا يا معلم مسخوط اهلا وسهلا منور تشرب ايه ايه اللي هشرب ايه تاكل يا معلم مسخوط لا 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 لسه ده ببعكاوي خلاص تحب ألفلك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معك في ورقة تأكل العيال في البيت مفيش داعي نخش في الموضوع طلبك وإيه لأ عدم المواغذة يعني الكلام هيبقى معايا أنا لأن أنا المتحدث الرسم باسم كل أصحاب البازارات يعني انت مش شافني لك ولا إيه ماشي بس طلبية زي اللي مطلوبة دي تمانها مايقلش عن سبعين ألف جنيه إيه؟ سبعين ألف جنيه؟ انا جاي نشتري تيرمس ولا إيه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي نيلوك اللي أنا عمله ده طيب يا سيدي ما تزعلش طب أنا عندي طلبية بس ما تطلعش على غالي تمانها مئة ألف جنيه مئة ألف جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عمي يشتمني أنا بس خلص إيه دي إيه دي إيه؟ انت بتتكلم ليه بالأولد لك اللي إنت عمله ده؟ هو أنت اللي عمل نيلوك ولا أنا؟ لو سمحت ما تتكلمش راعي منظري منظرك إيه ده أصلاً منظر؟ فضل عندك طلبية تانية غير الممية دي؟ بمئة وخمسين ألف جنيه مئة وخمسين ألف آه ممكن دي تبقى طلبية كويسة خلاص جايين في المئة وخمسين ألف دي جايين في المئة وخمسين ألف؟ طب أنا برا البيعة دي سلام عليكم بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي 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 عموماً الطلبية دي أنا أخدها للواحدة بس على شرق إيه؟ تعلن لكل أصحاب البزارات في المنطقة أن المعلم عادل سعيد خد طلبية بمئة وخمسين ألف جنيه بس كده؟ بعدين يا رمزي فات شهرين من ساعة النيو زفت اللي أنا عامله ده ولغاية دلوقتي مفيش أي حاجة حصلت وأنا صرفت كل فلوسي على النيو لك وعلى النيو من اللي حوالي يا دول مال أنا يا دولة أقول إيه يا دولة؟ ده أنا جسمي كله بقى فقائع من كترته من العلس وغنططة بتزقلني بيه انت قديم قوي يا لأ إيه الكلمة القديمة دي ما سمعتش لزقلني يا لأ خليك معني و لوك يا لأ أم لا أقول إيه يعني؟ يعني تقول الطوب اللي العال بتشقلطني بيه أه اللي بتشقلطني بيه هي وراس يا دولة بقى اتنون شاي بتوع زمان ياه رجاعنا تاني للشاي بتاع زمان الحمد لله يا دولة إن إحنا لقناهم أصلا مالك بتبص لي ليه كده حتة يلا مش بقى غور من وجه عشان أنا مخلوق منك من الصبح تلس زعلان منا رمزي؟ أيوة زعلان يا حتة عشان بتشوف العلس وانت طرف تضربني وما بتحش عني حقعت علي يا بروض آه يا دولة بقى إيه ده؟ إيه يا دولة؟ معقولة معقولة أهلاً وسهلاً مع حضرتك عادل سعيد زميلك في النيولوك زميلي؟ أيوة حضرتك أنا الدفع اللي بعديك على طول عند ميس ناني الورداني آه وانت بقى اللي بعدت حتة عشان خاطر ياخد النمراء؟ تصدق تصدق معرفتك شي آه لما حضرتك أنت عارف النيولوك ده اتجاهات أنا عاملت شكل جديد واتجاه جديد في النيولوك يعني آه وعمل إيه في النيولوك؟ والله بعوك 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 حضرتك أنا عايز أسألت سؤال مهم جداً حضرتك يعني إزاي تفوقتي يعني مع النيولوك اللي أنت عامله ده يعني ناني دي كانت دفعتي وانطردت من الربطة دفعتك وانطردت كماتتي أو مادا ما انطردت بتيت ديلي رقمها ليه وانت عايزني أديك مفتاح سرى نجاحي؟ يا عم هو سر الأرض انت كده لبستني في الحطة يا باش مهندس اه لبستك وأتمنى بقى ان الحطة تكون تلات على مقازك ها 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 ههو وانت كمانها ها ههه ماشى يا رمزى ماشى طب أرجال أنا متشكر يعني لمجهودك والله يعني تعبتوكوا معايا الفترة اللي فاتت طب ويه القبض بتاعنا؟ القبض بتاعكو اه اه القبض بتاعكو مع الواد رمزي خدوه منو كده مش اسمايل كده يا دولا اه اه يا دولا ايه يا لأ فيه ايه يا لأ انت مش خلاص خلصت من الموضوع انه يلوك كده العيال بيدربوك تاني ولا ايه اه يا دولا عملين يدربون يا دولا وانا مش حاكس بقى تقريباً اتعاودوا على كده انا مش عايز احراجهم يا سلام يا رمزي طول عمرك قلبك حنيين هاي ايه ده اولا فين اني لوك بتاعي وسانيا فين بقيت حسابي الحساب يوم الحساب يا قطة ايه ده انت هتنصب ولا ايه بص يا حضرتك انا خلاص جبت اصلك وفاصلك اول حاجة حضرتك اسمك نعيمة ابواردة ها 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 تاني حاجة حضرتك سكنة في حارة البوشي المتفرع من ترعة ناهية بجوار مدافن الصدقة لا بقولك ايه العنوان ده غلط اولا هي مش مدافن صدقة دي مدافن زكاة ياسر اهو صدقة زكاة كله بثوابه لكن بقى حضرتك انا مش مسامحك حتى لو زكيتي على كل الميتين جريانك بقولك ايه انت ما تعرفنيش مبروم على مبروم ما يلفش يا خويا حسابي هاخده يعني هاخده ده انا نعيمة ابواردة ياه استاذة نعيمة هرم عليك هرم عليك ده انت خلاص كنت ضياطي مستعبالي ده لعل الزغانتاتين كانوا خلاص هيهزقوني كانوا لسه هايهزقوك ومال اللي فوشك ده ايه نيولوك بس دول زقهم بلديون خالص يا امو ميرفد البلدي يوكل يا حبيبتي اللي ما خرج من زمة عادل ابني يجيب لي قشرة حتى يعيش ويجيبلك يا امو ميرفد تعيشيلي يا حبيبتي بصي بقى ديت استلقطها لقطة كده لقطة استطلقها لك يعني ايه يعني سرق يا امو ميرفد يا لهو يا مجيدة يا اختي ليه هو منعم حرامي لا 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 ده هو يا اختي كان بيعمل شغلة لواحد عنده ورشة دهب ما خدش منه مصنعية فجبتي امو ميرفد اشراب يا اختي القهوة بتاعتك لا تبرد يا ربي خليك ليه هو في بعد قهوتك يا حبيبتي لأ وبصي بقى انسيتك الحلق ده بقى جابوا لما كنت معرف جمسها انا عايزة عربا الوليه دي جاية تغيزنا وتزلينا ولا ايه ايه اللي قولي لي يا إدعام في ايه مجيدة يعني كده لا انتم زوقين الحيطان ولا تعليق كده ولا بلالين ولا طرطة ولا جاتو مش النهاردة عيد الام ياه ياه ده النهاردة واحد وعشرين ومارس آه نهاردة واحد وعشرين كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة وانت صحة وسلامة يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة يا أم ميرفد كل سنة وانت طيبة يا أم ميرفد طيبة يا مجيدة يا حبيبتي وانت طيبة يا نعم يا حبيبتي اسكوتوا ده ليسه منعم دلوقتي بعتها لي اللي اسمه داب السموء انتو ايه مسش دا ولا ايه رسالة كده عالموبايل بتاع المرعش ياختي يرعش كده ما قوليكيش مفتص على روحي من الضحك دا كان جايب لي بقى الموبايل دا من السنة اللي قبل اللي قبل اللي فاتر تعيشوا والدويبي يا امو مارفا يا خليكي ليه يا انعام بقول ايه بقى معلش حقوقوا علي مش اقدر اعودا كتر من كده لاني ياختي سمينة عم كلمني وقالي ان هيبت عادية تعدى الام بتاعتي السنة دي معلوات جمعة يا اختي هدلو السبت يحط الهدية اروح رافع السبت يا ايه شوي جبلك يا امو مارفا يا خليكي ليه يا مجيدة يا اختي اسيبكوا بعافية بقى يلا كل سلام وانتو طيبين انتو طيبة انتو طيبة شايفة يا اختي الدهب اللي فقديها؟ شايفة؟ دي لو حبت تعمل دكان من بكرة هتلاقي البضاء عن دهب بس يا انعام ارجوكي بقى ما تقوليش الكلام دا علشان ما انا حسدهاش هنحسده على ايه ولا على ايه على الداهب ولا جامسة ولا على الموبايل فعلا فعلا بس انا هايز اقولك حاجة احنا عيوننا طيبين مش مدورين اه يا اه 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 الحمدلله ان احنا ما حسدناش العقد اللي حوالين رقبتها كان سبين رقبتها طارق اه اه ماما كل سنة وانت طيبة وانت بالسحة وسلامة يا حبابتي مرسي مرسي ومالده ايه يا ماما؟ الطرحة مش عجبكي ولا ايه؟ شايفة الخروج مقطع بعضه جايبالي طرحة؟ طب يا ماما اللي بسيها في البيت خانقة بره وجوه؟ ايه يا ماما منك بتعفرات علي كده ليه؟ يا دي حاجات؟ دي هدية دي؟ دي مش عالموضة موضة؟ ايه اللي جيبولك عالموضة يعني؟ اروح اجيبلك بتناج لا الماكياج والحاجات دي الاحمر والاسفر ده بتاع مجيدة يا ماما طب حتى كلمة حلوة يا ماما الكلمة الحلوة للهدية الحلوة اللي حيجيبهلي ابني عادل ابني البكر راجل البيت هاه لما نشوف اه تشوفي؟ عادل لايمكن ينسى أمه ده ابني وانا عرفاه كل سنة والتي تايبة يا مامي والتي بألف صحة وسلامة يا حبيبتي ها! ايه ده؟ ايه ده؟ سماعة؟ سماعة وكمن؟ ما لفين الوقمن يبت؟ ممكن تبيت سماعي بيها الراديو يا مامي! راديو تتجننتي في موخك؟ ماما! مو! عارفيني ايه مو؟ انتي ايه سماعة؟ سماعة وكمان سينيا مغفلة! سماعي عايز اقولك حاجة، كلمة ماما دي كلمة مقدسة! ما تتقلش كده بهلوهولي ها؟ لا يا حبيبتي على الاقل! وكمن او ام بي سري! انتي بتحمسيني كده ليه؟ ده انا حتى بقاني كتير بحوش عشان اجيبها لك! بتحوشي؟ بتحوشي يا جربوعة! ده انتي طول النهار هاتي فلوس يا ماما! هاتي فلوس يا ماما! تحطي بجابي بتوعي تسافي! ربنا هيخليك يا رانياد اللي ما بتروح ايه رسط عشان تاكل ايه وجوزك! بتشيل اكل على جنب بتقول عشان امي اللي جعانا في البيت اللي ما بتاكلش قليلت الادب! انا انا! صيني! امشي! امشي قولي من قدامت! امشي! الحمد لله الحمد لله انا مبسوط جدا ان ربنا وفقنا ونقينا حاجة كويسة! الحمد لله بس انت ايه زوقك يا جنن يا عادل! دول حيتفاجئوا لما يشوفوها! شفت انتي قلت بنفسك مو فاجأة يعني لازم تبقى مو فاجأة ونستنى ما حدش يقولهم اي حاجة ايه وعتقول ليه لهم! لا خالص خالص بس انت اكدت على راجلي اللي فيها لفة حلوة كده وشيك! عيب يا رانيا عيب يا حبيبتي انا الفينيشين بيعندي اهم حاجة! مهم دلوقتي نخش بقى نغير هدومنا على ما الراجل يجيبها! اوكي ياري! ياري! سماعة وكمن! هو انا عندي وكمن عشان تجيب لي سماعة! ايه ده؟ يا ما جاب الغراب لامه! قلدي هدية قال! ايه! بقولك ايه تبدلي؟ انا اعتقد بقى ان الهدية بتاعت رانيا وعادل هتعود لحدية الزبالة اللي جيت لنا دي! انت حجيبي عادل ورانيا لسناء وبنتك العرة نجلاء! اه طبعا يا حبيبتي ايش جاب لي جاب يا ماما! بقولك ايه؟ تفتكري رانيا حجيبلك ايه؟ بوسي انا كنت لما احتلها على بلوزة شفتها ماركتها كريسينجور عند محل كوستانتينو اللي جنب جروبي! اه دا اللي بيبيح حلويات غربية جنب الملابس! مش عارفة! يمكن يكونوا ولاد عام! طب انت بقى تفتكري عادل هيجيبلي ايه؟ عادل! هو فيه زي عادل! زمان قال لي ان هو هيجيبلي حلق على شكل وردة! البلديش دي وردة حتعلق شب شب وردة في ودباتك! الشب شب دا حينزل على ضهر سناء! اللي جايبه لي طرحة باثنين جنيه ونص من الراجل اللي قاعد قصاد المدرسة! باربعة جنيه ونص يا ماما من الراجل اللي قاعد قدام الجامع مش قدام المدرسة! اه يا خايبه اضحك عليكي! مساء الخير! زانون! منزل لست عادل؟ ايه 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 اخش! ديني هادل تبقى اهديتي انا! تعالى تعالى خد شناء! خد نفسك! هي عاملك شاي! شايف الهدية وماربعة ونص! العلبة الوحدات يجيب ستة جنيه! يا ماما دا بدل كلمة شكرا! يا ماما! كويس انت جيت بسرعة برفع ايه! شكرين! هات يا ماما! طب والتانية ايه؟ بتتلف وجاية حالا! اكيد الهدية بتاعتي! تعالى نقعد ونعمل نفسنا مش وغدين باني! يالا! مشكرين اوى يا سيدي! والله واللفة مية مية! خد يا سيدي! لفة مية مية ومتشكرين يا سيدي! واثنين جنيه؟ ما انت لسه هتجيب التانية ياط! وبعد ما اجيب التانية يعني! هتديك اتنين جنيه زيهم يالا! اتنين جنيه زيهم! مش حاجة بكل ايه! ايه في الباب في قشي وعلى ايه الناس دي اساسا! اه 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 اه! الحكاية دي بقى محدش عايز يعرف فيها ايه ولا ايه؟ لا احنا ما مفكرش في الحاجات دي! مفكروش في الحاجات دي؟ طيب عموما اللي هيعرف هي فيها ايه؟ ليه مكافأة! على فكرة يا مامي دي حاجة جمدة جدا جدا وهتعجبك موت! واللي فيكو بقى هتعرف ايه اللي جوه ليها مكافأة! على العموم بقى يا عادل احنا مش محتاجين لا جوايذ ولا عروض ولا مفاجآت! احنا كامهات بنقدي رسالة محددة! الله على الرسالة جواباتك وصلت يا حماتي! عموما احنا جوا! سلام عليكم! اما عادل ايه بيضاء علي حركات؟ تلاقي داخل جوا عشان يكتب لي كلمتين حلوين! الى اعز الحبايب! يا امي يا مدرسة! فن وطبخ وهندسة! مش ارديحي! ارديحي ايه يا ماما؟ وانت هتكليها؟ انا بقى متطمنة جدا على الهدية بتاعتي! اللي زمانها جاية زي ما الافيس مان قال! احنا كامهات مرضيين! سناء امي سياء البيت! سناء امي شدي البيت اللي اسمها نجلة من شعرها لشان تعمل الحمام! قال ايه جايباني سماعة ووكمن! بقى انا بقى تجيت بسماعة ووكمن! وانا معديش ووكمن! لا 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 بالراحة 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 بالراحة! لان الراحة جديد تبقى حساسة جدا لازم تتعامل معها برقة خلي بالي! اخيرا يا ربي اخيرا انجبنا مروحة! انا مخصوط قوي عادم! يا حبيبتي شوفي انا وعدتك بيها من امتى? من ايام ما كنا لسه مخطوبية! بقولك ايه! طب هنعمل ايه بالمروحة اللي جوا دي! لا مش اشكال ممكن نرميها او نديها المانتك مسلا! او ايه رأيك احطها في البزار! الواد رمزي اشغلها له في الشتة مسلا يمكن يجيله اي برد ولا اي حاجة! ايه اساسا جاي بتجيب تراب ما بتجيبش هوا يعني! طب انت استقرت هنعلقها فين؟ ايه ده واحنا نعلقها على طول كده؟ لا انا عايز بقى قاعد اجمع الريش دي في المروحة وبعدين احطها جنبي كده واعد اتفرج عليها! ده انا ما صدقت ان احنا جدنا المروحة دي! اه طبعا هو مدفوع فيها شئو شويات! بصي! اه! والرموت كمان اهو! الرموت ده بقى ايه مش محتاج ان ان انت كل شوية امي بقى تفتح المروحة لا! وانت قاعدة كده هو ممكن توقع تعليها! توطيها تزاوديها تقليليها! مزبوط فعلا لانه عايز اقولك على حاجة الهواء الجانبي بيعمل دايما تصدع في اسفل اذنين وتصدعه جانبي! فالافضل نحن نحطها في السقف! ام 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 ساعة! عارف اك كان قدامي كمان منبع فسفوري شكله مرعب فظيع فظيع! بس ده المرة الجاية مش ايش كان! يلا! فينه لموت! ساني كده ما اجربها هتشتغل ولا لا! هم مالهم طويلوا كده ليه؟ انا بتدي تقلق! تحت الترابيزة يا حبيبتي تحت الترابيزة! حاضر يا ماما حاضر! انا غلطة ان انا جبتلك هدية! يمكن يكونوا مستنين الاهداية بتاعتنا كلها تيجي مع بعض عشان ما يحصلش غيرة! انا اغير منك انتي! اه طبعا! ايوة! 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 هاتي يا سيد! فرافو عليكم والله اجيتوا فيما وعيدكم! اتفضل يا سيد مجهزتك اهو! لا يا باشا الله يفليك! ايوة! في المحل قالوا له ما تاخدش اقل من عشرة جنيه! ثواني بقى نعمل معك واجب! دول خمسة جنيه خمسة وسبعين خلوهم معاكم! معي الصعب اصلاح! الله يفليك! على اساس ان انسان اقل طلع جابلهم الحاجة تهنجن! هنجن! ايه هنجن! ايه هنجن! ايه الناس ديه! اه! اه! خمنتوا بقى الاولانية! كان فيها ايه؟ ما تتكلم بقى يا عادل! ايه اللي عايزين ننام! نتكلم! اه! مفاجأة مفاجأة فزيع! جبنا مروحة سقف القدتنا! اه! وده شرفات عشان مطبخنا! الله يبريك فيك! يا غيراني! ايه! ابناء ولكن! وقال ايه يا ماما! مش عاجبك الهداية اللي بقى لي اسبوع بفاصلك فيها! واثنين ونص! اربعة ونص! ستة ونص! بس يا امو ستة ونص انتي! مجيدة! لازم نعرفهم يعني ايه ام! مين اللي شايل البيت! انا وانتي يا انعام! طول عمري انا ادناتنا في ادنات بعض! ولا بعمل ايه في البيت انا! حس احتياطي! ده انا لو باخدم في بانسيون! كان زمانهم كافؤوني وعملو لي حفلة سمر! بصي بقى بقولك ايه! اه! انعام! اه! احنا رازم نواجههم! ايوة! لازم يعرفوا مقامنا! وانهم من غيرنا ما يسويش حاجة! بس مش هنقول كده بصريح العبارة! لا! بالتعامل معاهم يعني اه! طب لو سمحتوا! البيت اللي مفحوطة في الحمام دي عمالة تمسح تمسح! هتموت جوا! ممكن تتفضلوا علي بطلب عفو ليها! معاك يا حق حرام! نجلق! نجلق! اه! لا! 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 ما ادعش كل ما باشوفها بتنرفز وبافتكر! السماعة بتاعتي الووكمان اللي جبتها لي وانا ما عنديش ووكمان! شغول! ايف شغول يا بيت كميلي! كميلي! كميلي تنضيف الحمام يا كلبة! الصباح الخير يا حماتي! صباح الخير يا ماما! بونجوخ! ومالو ما يدرس! وايلي يدر في صباح الخير يا ماما! انا عمري ضررتك في صباح الخير قبل كده يعني! يا باجا باجا باجا! ماجي من فضلك الدين اللي عشدك! حاضر يا نومي! برسين! يا سلام على روح التعاون اللي بينكم! مدام انتم متعاونين قوي كده هو مع بعضيكم! يعني يا ليد بقى اعملوا لي سندويتش! يا السلم! انت مش عندك مرات تعملك اللي انت عاوز! هي عمك هتعيش لك طول العمر ولا ايه! قولي له يا حبيبتي قولي له! هو انا جوزتك يا حبيبي عشان اخدمك انت وامرتك المحروسة! غلطيتك! غلطيتك يا حبيبتي! علشان انت اللي جوزتيها النومة! طول النهار قاعدة في القدرة متعملش حاجة! واحنا اللي بنخدمها! لا لا لا! ايه القلبة اللي انتو قلبتوها على بعض دي! ايه 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 دي! بنتك برضو يا حماتي يعني! وانتو يعني عشان قاعدين جم بعض وبتحبوا بعضي يعني! معنى كده حسيتوا ان انتو اخوات ولا ايه! لا احنا اكتر من اخوات! احنا امهان! امو ما منش اشكال انا اجيب النا الاكل النفسية اها رانيا رانيا! مونزور! اه ما تحاوليش! ما تحاوليش عشان ما تحرييش نفسي! خش في الموضوع على طول! مامي على فكرة انا حاسة كده انا مزعت مسحيت وجسمي مكسر! ما عندكيش اسبرينا بليز يا مامي! بانسور عندي يا حبيبتي! بس على ثاني انا والنوم! المتعودين يعيش ريج الصبح مع كبات الشاهد! ماجي ايه رايك! نتفرج على صباح الفريا ماصر تعالين! وانت قطروا ماصر ليه من بدري ملك ده اه كانت سهرانة طول الليل مبرح مع لبنان! عادل على فكرة بقا! انا استمد رائحة غدر اموي! غدر اموي ايه! انا اسمع عن العهد الاموي! لكن الغدر الاموي ده ما اسمعش عنه يا ترا! مين اللي جايه دلوقتي! ايوة! الماكو يا بي شكرين قوي إلا حساب على الحساب بقى ألا يا الماكو كويس جيف وقته إيه ده؟ أنا هدومي فيد؟ رانيا إنتي مبعدتيش هدومي للماكو ولا إيه؟ يا حبيب قلبي أصلي طنت إنعام هي المسؤولة عن الغسيل والماكو هي بتحبش أي حد يتدخل في الحاجات دي ماما الأميس الأبيض اللي قلتلك عايزه ضروري بعطيه للماكو ولا لأ؟ أبيض؟ قلبك إنت اللي أبيض يا عادر أنا اللي أبيض؟ هي الجملة شكلها حلو من برا بس مش متطمن لها أوه أوه نومي نومي أنا بي أنا أنت عارفة أنا عندي ضغط عالي وضغط بيعلى لما بشوف ناس معينة أنت عارفاهم بقولك إيه؟ تيجي نروح نعمل ترني بتاعي أنا وإنتي في الجردان لجنبنا؟ أوي يا حبيب تتفضلي يلا يا نومي يلا ترني إيه يا ماما إحنا النهاردة مراتبين أفسنا عشان نعمل تشكيلة المحاشي وأنا م PAعرفش أتقن الخالطة زي حضرتك ولا لفة سعبع زي عمسي إنعام يا حبيب تتلي PAعرفش يعرف يلا يا ميجي يلا يا نومي يلا حبيبتي تند gib إيه أمي إه أمي كلّا قلبوا مرة واحدة إسماعيل ياسين وشكوك دوب أنا كدّا تحتيّت وجهاً إلى وجه مع حلة المحشي لا لا إنّني أشتمّ رائحة غريبة ويجب أن أعرف لماذا رانيا بقولك يا عالي المروحة على الاربعة عشان قميسة فرد لا طب ما تدهوية كهولك احسن تكويه وانا اديك حاجة تانية تكويها فضال يا هانا من اللي انت بخبهالي تحت السرير مش دي اخر مكوى حضرتك قمت بكويها بغض النظر عن التيشيرت انا عايز اكلامك في موضوعه مهم جدا بصراحة كده انا بدأ يخالفني الشك يخالفك الشك؟ ليه يعني عملت ايه يا حضرتك انا مشاويري كلها معروفة وبعدين انا اصلا معيش فلوس عشان اخونك يعني اخر فلوس دفعناها في المروحة وفي الشفاط انا مش بكلم عنك انا بكلم عن امهاتنا كامهات اه مش عارف الان اوي الان ابتدى يعني فعلا تصرفاتهم معانا تبقى غريبة اوي يا حاضر الام مدرسة طبعا الام مدرسة فعلا واحنا الفصول بقى بتاعت المدرسة سيبكم الكلام ده اكيد يا رانيا في حاجة انت مثلا عملتيها دايقتيهم مثلا نقلت كلام من مامتي للمامتي من مامتي للمامتي او مثلا قلت حاجة حلل ثاني انا قلتها فعلا مكنش قاصد او كنت قاصد لحظة صدق لا طبعا لان انا زوجة كتومة فعلا وده متعارف عني الفكرة كلها ان احنا لو محلناش الموقف ممكن يتصعد معاهم وبصراحة بقى انا ما بقيتش قادرة شي شغل البيت لوحدي دو الشرق دوهم نهائيا من كل حاجة انا صراحة يعني مستغرب جدا من موقفهم العجيب ده يعني حركتنا ده لا مكنش تتوقعها قبل بقولك اعلى على خمسة على فكرة يا عادل بقى احنا لازم نواجه الموقف ايوه احنا عايزين نواجه الموقف بس هم مش عايزين يقولوا في ايه واكيد كبرياءهم كامهات مناعهم طب واحنا هنعمل لهم ايه بقى على كبرياءهم ده عموما كل واحد فينا يشوف امه زعلت من ايه انتي تروح تسأل امك وانا هروح اسأل امك علق على ستة علق على ستة علق على ستة طيب يا عادل طيب نعم عايزين قيت في النور واطلع بره عايزة نام يا ماما في ايه بس يا ماما رايحيني رايح اللي حواليك ترتاح طب فاهميني في ايه اللي مايشوفش من الغربال يبقى اعمى ما دي معروفة يعني ماشي فاهميني نهيتك ما انتهيتك والطبع فيك غالب وديلي الكلب ايه وصلت الكلب طيب خليك مع الكذاب لحد باب الدار قالوا الكذاب يحلف قال جالك الفارق قالوا لله ام ام انا مش عارف جاريك يا ماما اه اه الباب اللي يجيلك منه الريح سده استريح طب سد الباب وانت خارج ميه سده مامتي مامتي يا مامتي يا مامتي يا مامتي يا مامتي ارجوك يا مامتي انا انزف اقلما يا اكتش ما تنزفي يا حبيب تشيوني في ايدي اعملهول انا عايز احبا وحنان من بتاع المامهات ايه عايز احبا وحنان عيوني حلفلك شوية وابعتهم لك قطنك ايه امتي ده؟ ايه ده؟ على فكرة بقى انا ملاحظة ان كتر قعدتك مع انتي انعام خليتك تتلفزي بمصطلحات مش بتاعتك لا طريق بيكي لا تتعلم بيكي على انعام لا تتعلم بيكي فاهمة؟ نعمتي يا حبيبتي يا نعمتي وفي زي النعمة دي قامر طب انا ديهالك بقى نعمتي نومي نومي؟ انا امي ضربت يا ولاد بقولك ايه يا رانيا مفيش شوية لب بطيخ فضلين؟ مفيش حاجة كمية كلها خلصت يا عادة ما قلتلك نجيب لب شمامة وبيبيقوا اكتر برضو يعني انا مش فهم هم بيعملوا فينا ليه كده يعني واحنا عملنا لهم ايه عشان يعملوا فينا كده دول امهاتنا ده من قرهم علينا واقعنا حتى المروحة اللي جبناها يا عم دول اطلقوا بيان اعلالوا فيه رسميا مسؤوليتهم الكاملة على الاسقاط المروحة في حد في الصلاة؟ لا خشي خشي كل سنة مستعيبة يا ماما زيديت عيد الام معلش تأخرت شوية بول ما حاولت ثمنها حبيبتي يا سمين لقيت لسا اندوج ده كانوا نسينه في التلاجة وهاكون سرقته يا عادل لا كله الا الحرام انا خطفته عادل انا عرفت مامتي وامك زعلانين مننا ليه؟ ماما كل سنة وانت طيبة يا ماما مامتي كل سنة وانت طيبة يا مامتي ماما ما تزعلوش مننا يعني عشان ما جبنا لكوش هدية في عيد الام احنا ما كداش مستنين منكو هدايا احنا كنا عايزينكو تفتكرونا وتهتموا بينا في يوم زي ده اكتر من كده زي ما انا اهتميت ما عارش يا مامتي ما تزعلش مني والله العزيم ما قصود انسة خالص ده هي بس مشكلات ومشاغل الحياة سامحينا يا مامي انتو اكيد هتسمحونا طبعا جاية بعد الهنة بسنة تولي تسمحونا ماما مالكيش دعوة بسنة خالص يا ماما يا ريت تشغالي قلب الام اللي راكن بقاله اسبوع ده بصي جبتلك ايه الحلقة هو الله خلاص يا حبيبي تحب تتغدى ايه النهار ده ايه ده يا ماما ايه ده بلدي بلدي ده صفيح ده ولا ايه؟ بلدي يا مهدية باثنين جنيه ونص اربعة ونص والله العظيم يا هما من راجل اللي جنب الجامع بعد افصال مرير خد المقاشة وروح نظاف البيت يلا يلا مامتي اتفضل يا مامتي يا حبيبتي البلوزة الكريستيان جور ومن عبدو كوستانتينوس يا مامي كل سنة وانت طيبة يا قلبي يا روح قلبي سناء خد البيت نجلة وغوره كمل وتنظيف الحمام برموش عينيكم أسه شغوري يا ماما يلا يلا هدب يا ماما صلى على النابي انا عارفة دول عارفة من وان احنا سغنططين عملت حسدني في كل حاجة بس انا اعمل ايه بقى انت ابن عمي بقى وان ابن خالتك وانت شغال معايا اعمل ايه؟ هستحملك والله متشكر قوي يعني متشكر على الواجب اللي انت عامله معايا مشكلة بقى في ماما يعني هي ردود افعالها بس هي اللي بتبقى عصرية لكن هي والله طيبة يعني بجد ما بتبقاش اصدى انها تتنرفز او اصدى انها تزعل حد بس او ده اللي بيحصل يعني انا عارف يا دولة وانت لازم كمان تعذرها عليك ده هون يعني الست والدتك دي يا دولة ست يعني استهزائية استهزائية؟ ده ايه الكلمة العجيبة دي؟ يعني استهزائية دي تعتبر شتيمة ولا متح ولا ايه؟ قل يا عبقاري قصدك ايه يعني؟ انا هقولك يا دولة انا قصدي استهزائية بالمعنى الحلو يعني يعني ان هي بتحب تهزئ الناس طب انت فاكر يا دولة لما هزائتك وقالت لك يا جر؟ ايه 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 هزائتني دي؟ لا طبعا مش هاكر بس فاكر بقى رمز كويس قوي لما هزائتك انت وقالت لك اطلع بره البيت يا كلب وقوع ترجع تاني وما لكش دعوة بعادل وارجع بلك يا رمزي ارجع بلك يا ابني على فكرة بقى يا دولة الحاجات دي كلها ما فاش اي حاجة وما تزعلش اصلا يعني دي ست طيبة يا دولة والله العزيم ست طيبة ولو ادتني بالجزم انا مش هزعل انت بتقول فيها والله يا ابني طيبة طيبة جدا يا عم ولا طيبة ولا نيلا انت بتبرتم بتقولي يا لأ؟ لا ماببرتمش يا دولة بتبرتم بتقول ايه؟ اه بقول هي لو ادتني بالجزم انا مش هزعر ما انت لسه ايه لها ولا انت غاوة الدرب بالجزم اه جزم السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفتها كانت عايشة مع عايز عصابها تبقى عاملة ازاي شفتها عادل؟ شفتها منطعي عملت معاي ايه؟ لعبت معاي الدنيقة لعبة الدرق ما هو واضع طبيعي انها تلعب الدنيقة يعني عايز منطعي تلعب ايه تلعب تنس تلعب راكت؟ منطعي خلعتني يا عادل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا... ايه الصدمات اللي ورا بعد دي انت عارف يعني ايه خلعته أصلاً؟ اه يا دولة الكلمة دي يا دولة عندنا في البلد يعني خطيتني بلك لما امي راحت استيحبت في الدورة من ابوية أربعة أيام وبعدين لقيته معد كده وان قمت تلقيته من الدورة وقالت له بخ قال لها ايه ده خلعتيني انت طالق في ايه؟ مرأي يا اخوان ما تخلعونه من القصة دي اخلعونه من القصة ده واضح ان انت قدمنت الخلعة قوي يا بابا اه يا عادل بعد ما انغررت بامك وبعد ما شردت بلادي وبعد ما بطلت الشيشة اتخلع اما علش يا بابا ما انت برضو يعني ظلمت ناس كتير كما تدين تدان اعمل ايه بس؟ وانا كنت عملت ايه في دنياتي يا رب عشان يحصل فيها اللي بيحصل ده يا رب بص يا خال انت تعمل معاها زي ما ابوية عمل مع امي بعد ما خلعته تطلقها فهتكون هي بقى تعمل معاك زي ما امي عملت مع ابوية بعد ما طلقها هتروح بقى في البلد كلها وتعمل اشاعة ان هي ايه هتتجوز اللوات جليطة المزين فابوية راح بقى عمل ايه 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 هنفضل ناقديها راغة ولا ايه؟ انا مالي دلوقتي في مشكلة ابوك واماك دلوقتي خلينا في مشكلة ابوية كمل يا بابا لا 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 استنى 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 اسناية ما عارفش الحكاية دي حصل ايه؟ راح بقى أبويا سرق الماكنة بتاعت القص بتاعت الوجليطة فالبلد كلها بقى شعرهم طويل قاوي برضو بترغي برضو بترغي قلتلك عايز اسمع بابا كمل يا بابا لا 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 استنى يا عادة انا لازم اعرف اخويا عامل ايه 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 هيوعدي قطعنا ولا ايه؟ لا اكمل ايه الناس بقى خالي في الفترة دي من الزمن سمونا بلد الخواجات ليه بقى؟ لان احنا كلنا شعرنا طويل واصفر يا سلاة يعني شعركو طويل عشان ابوكو سرق الماكنة بتاعت الحلاقة اصفر منين وده شكل خواجة ولا ده شكل خواجة بس يلا بس يلا بس يلا بابا انت تاعد تسمع الهبل ده بابا كمل لو سمحت يا بابا عايز افهم بقى ايه اللي حصل معلش معلش انا حطر اسفا متأسفا ان انا اهبط عليك واجرش عندك يومين ثلاثة اربعة خمسة بابا انا لو عليك مفيش مشكلة بس المشكلة ان فيه ناس كتير لازم اخد رأيهم يعني يا خالي بقى داي صح يعني انت لسه هتقعد تقول له اسفا متأسففا ده حضرتك تؤمره وهو يطيعك ورأسه فوق رجليه رأسه فوق رجليه طب ما ده وضع طبيعي يا ابني البناء ده برأسه بتبقى فوق ورجليه بتبقى تحت ايه الجديد اللي انت قلته يعني اصبر 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 بابا معلش يا بابا ممكن تسبق ان انت وانا ما جيلك نتناقش الموضوع ده حاضر يا ابني ماش مع السلامة بابا مع السلامة مع السلامة يا خالي ولا يا رمزي انت عارف انا الفترة اللي فاتت دي كلها برغم غباوتك وبرغم خسيرك اللي انت بتسببها لي ما ترتكش ليه عارف طبعا يا دولة وانت المفروض تحمد ربنا على النعمة اللي في ايدك ده هي علشان طبعا حكمتي طبعا طبعا انت طول عمرك حكيم يا رمزي انا صراحة محافظ عليك ان او في البزار عشان لما لاقي نفسي متنرفز وعندي طاقة هتنفجر اقو مفجرها فيك ايه اللي عجاز ما يا اللي يا دولة انت متنرفز ايه اللي عجاز ما يا الله انا ربنا بيحبني في اليوم اللي بتخلص فيه من منطاع الوطية ربنا بيرزقني بانعام طب خالي طبيق اخر حلاوة واضح يا نعناعة ان القدر لسه ما قالش كلمته الاخيرة اللي عمر بياد الله يا سعيد ايه اونكي انا ملاحظة ان حضرتك ضقت كل الحاجات معادل كل سلوء على الرغم انه هيعجبك جدا ما عليش يا اسم بكلش المسلوق ده مسلوق يبا خياتك بقى براحتك بقى انا دخل قطي ماما 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 بابا بيلاغيكي وانا لاغياء من حياتي خالص لا يا حبيبتي ده شكله جاي كده نوي على بيتان اه ازاي بقى you are overcome him بقى ومش هتخليه انه واقع ايه يجي جنبي and avoid him والله لو اتحبسنا في ام ام واحد ان شاء الله ربنا حيقربنا من بعض ونتحبسنا وانت في ام ام واحد لا يا بابا لا لا ملكش حق اخصى عليك يا بابا ماما في ام ام ماما اقل من ثلاث قوة دوصالة ما ينزمهاش يا بابا منانيا حسرة ما هي قشطته ورمته no no انعا ما تبقيش over 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 كده بتلبطاتك ما تبقيش زي الناس التمعانانين اللي عايزين يسغلوا الجوازات ويعرفوا ناس شباب كده هون علشان يستروهم بابا ده منظر حد عايزي تستر هم الغبيين كده لما تيجي تنسحيهم هم يتقلبوا عليكي مجيدة انا الاوان تنقطينا بسكاتك وتقومي تاخدي حمام السليزون بتاعك لان السليزون لو تساب اكتر من كده حيبرد ويجلد ويترمي في الزبالة صوري بجد بجد انت فكرتنيني خالص بقى لان ده الوزبال اتحرق اه حام انا عامي انا الاوان اسيبك لوحدك انت وبابا عشان تاخدوا راحتكو بكل فكل حاجة يا ماما وان شاء الله ربنا يوفقك ها ماما تتعصبيش على بابا ها ماما زي اخر فورصة ليكي انعام انا عارف ان انا راجل منفر وانا عارف ان انا عملت معاكي حاجات مش كويسة بس انا طمعان في برام قلبك الواسع ان تتغفريلي وتسامحيني انت عايزة دلوقتي يعني لو قلتيه لمشي هتعمل ايه يعني هسترجاكي ان انا مامشيش لو قلتيه لغور هتنح وقوم اقرشي لو قلتيه لو عقد لغاية لما عقدتك تتفك هتنجعس وتعقد ومش هتمشي ولو بالطب للبلدي بزمتك موحش تكيش ايامنا الحلوة لا من فضلك لو سمحت انت ما تبقى ليش حاجة عشان تغازلني وتسبلي واتدلعني اسمع يا غزال الجنين انت انا ما عملتش حاجة انا غلطت مرة وخدت جزاتي مش ممكن اواقب عليها طول حياتي انا ما قتلتش لا قتلت مشاعري ودبحت احسيسي انت هتلبسيني تهمة انا ماشي لا استنوا ما تمشيش قصدي ما تستناش ولا حاجة انت لا لا انت انا انت نعم انا اسمعين لا اسمعيني يا غزال لا لا مين خيانة ومين ماما ومع مين مع بابا وفين في الصلاة على السجادة جنبك هتعقدوني هتعملولو حقودة ايانا حرام محتجي خيانة مزدوجة يا ماما انا مش قلتلك في الباب المفتاح بس يا باتا قالت انا بس ملك عادل في ايه في ضيح يا حمات blue فضيحة فضيحة عادل عادل أبوس إيه دك يا ابني ما تفضحنيش أنا راجل لسه مخلوع مش حمل فضيحة وأنا مفضوح جاهز إيه فيه إيه فيه إيه بقول لكم لو أنا وهو فأم أم واحد يا سلام يا واد يا واد أم أم فعلاً يا راح تحت الساهدة واهي أنا أنا مش عايزة أنا مش طيقة ما تقعدوش معايا وإنتي كده عامة زي التعبنات وعملة تدح لبيله تدح لبيله يا نهرب يا دي ماما علش يا بابا أنا ظلمتك إيه يا عادل إنت بتتخنت على بابك يا عادل إيه إيه قاعد معا مهما وطبعاً أنا وضع طبيعي إن أنا غيره وأنا مش راجل ولا إيه عادل أمك تقدر تدافع عن نفسها كأنسة شمطاء إيه ده إيه ده إيه ده إيه أنسة شمطاء لو سمحتي احترمي نفسك ما تقوليش على ماما أنسة عادل على فكرة لا 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 اليومين دول إنت في تصرفاتك تيها رعونة بالغة لعلمك يا بابا دول إمك وأبوك أيوة أمي وأبويا وقاعدين لوحديهم برا في الصالة وبعدين لعلمك بقى رانيا زي ما أنت عارفها الشيطان شاطر آه شاطر بس مش أشتر مننا يا بابي مش أشتر مننا يعني إيه يعني بيروح المدرسة الصبحة عننا بدري لا يا حبيبي أبوك لازم يمشي ويسيب البيت فوراً أيوة أنا عارف كده بس لعلمك بقى أنا فكرت بجد جدياً يعني إن أنا مثلاً أشوف له أوضة في أي فندق نجمة ونص هو رقصني يا جداً على واحدة ونص إيه ده إيه ده إيه ده بتتريع علي يعني عشان بابا متجوز رقصها تقولي لي على واحدة ونقمة ماشي ماشي يا رانيا هو ده مفروض في تعاون بين الزوج وزوجته تقولي لي مثلاً على أي حل بدل ما أنت بتتريع علي هو تفاكيني مش مضرورة من الموضوع ده ولا إيه وبعدين أنا سبق قلت لك حيول قبل كده أيها بس قلت لي سبع تلاف حل قولي لي حل واحد بس يقنعني يعني يا رانيا أوكي أنا شايفة إن انت تروح وتكلم منطعي وتبوس رجليها عشان ترجع أبوك واضح إن أنا ما قداميش غير الحل ده اتأخرت 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 المشكلة بقى كمان إن أنا سهيبهم لوحديهم إيه يا دول انت وقف على محطة اوتوبيس يا عم وتأخرت اتأخرت إيه ده يا دولك دون وحط عقلك في رأسك تعرف خلاصك أحط عقلي في راسي؟ يا سلام ده إيه النصائح الجميلة وأنت على كده بقى حضرتك بتحط عقلك فين؟ يمكن أستفيد أحط عقلي في نفس المكان اللي إنت بتحط عقلك فيه أقول لك يا دولا العقل زينة في البترينا آآ يعني إنت بتحط عقلك في البترينا يعني بتتعامل مع عقلك النجازمة يعني آآ آآ إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ من بعض ما عندهم؟ عندي مين ياد ده أنا اللي بكلمك ياد؟ اسمها بعض ما عنده ولا اسكت اسكت خالص اغلق نعم عايز إيه خلفة الندامة؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا سلام الأستاذة سلوى منطعي نورت البزار تفضلي حضرتك تفضلي حضرتك ولا يا رمزي روحت حاجة ساعة للهانم تشربها ولا أقول لك؟ روحت لها شقتين فول يار لا ما شقتين اتقجروا يا دولة بقى مش نقص يا دوتر بص أنا محتوط تحت ضغط ممكن أنفجر فيك في أي وقت ممكن أرزعك ألمين على أفاك آآ لا يا دولة اسموهم أفايين على أفايا الألم دههم بيبقى على الوش يا دولة نعم انت خبرة طبعا خبرة امشي من قدامي دلوقتي خلصني حبيبي منك لي ورايا نمرة إيه ده هو حضرتك رجعت ترعش تاني يعني؟ هرعش هرعش طب ده أنا لما برعش وهز وستي الرجالة في الكبرية ما قولك ش دوعي أنا اللي تتقهرب يلا انا عريفت بقى سبب الخلاف اللي بينك وبين بابا أكيد مثلا بابا رفض إن كنتي ترجعت الشغل رقصة تاني عفواً يا حبيبي! ده مين ده؟ ده هو اللي مسيكلي الفرقة! وخلاني ماشيت الواد مقسوم الطبال! طب ومقسوم ده هو يعني كان مقسوم على حتتين ولا على ثلاث حتات؟ هقاو قاو! هقاو قاو يا مداب الخفيف! يا برس الحتار! يا فرق غتار! يا قفة من غير ويدان وشابر! يا دول أنا هستأذن بقى هدولا عشان ما استعجي الأهواء دوليا والله يا العظيم أنا مش عارف اشكر حضرتك إزاي ده أنا بقى لي سنين بحاول ترد ومش عارف ده حاليك بس بتاعت العسوز دي يعني origin 그�ت يا طب بالمرة بقي لي طلب تاني يا ريت يا ريت ترجعي بابا لا يا حبيبي! ابوك سرقني إخد فلوسي وفلوسي الفرقة وراح لعب بيهم أمار مع belniteضмен بذي سعر الدورة؟ آه! وبعدين صلطت على اثنين بلطجية رقعول على الألماتشينا أم قابب بالألف جنيه فلوسي وفلوس الفرقة إنما لما عملها تاني صعب علي قلت أبداً ما حد يمدي إيده عليه غيري وتركته وحيداً تركته وحيداً يعني والله أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه يعني بس هي المشكلة عنده بابا بابا هو السبب إنه هو مشي ولا واحدة واطية كده ايه؟ 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 هي مين تجي الواطش يا أستاذ عادل؟ الأستاذة اللي هي يا صحر الدوارة يعني وأنت فكرة إن حضرتك أنا أقول عليك واطية لحقيك عالية ما شاء الله وحمرة وكله يعني يا أهل نصح أحسب يبقى أنا بقى كده عندي الغلط ولا عند أبوك الواطش؟ لو صراحة الغلط كده عند ماما وهي بتدفع التمن بقى طيب أي خدمات مني معلش عشان عندي فاكرة؟ طب أستاذة سلوة يعني معلش أنا آسف حضرتك ينفع ترجعي بابا وأنا الفلوس اللي إخدها منك مستعدة ترجعها لي لا ما ينفعش عذرني يا أستاذة عادل حيسرقني تاني لا ما أنت لازم تحراسي ما أنت سرقت أولاني خلي بالك ما تحطيش فلوس قدامه بس أهم حاجة يبقى معاك الراجل وضل راجل برضو رائل؟ 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 هو أبوك دا راجل؟ دا أبوك دا كمقش؟ لا لو سمحتي بقى أنا ما سمحش أن أنت تغلطي في بابا أبقى ولعلمك بقى بابا هيرجع لماما خلاص لا 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 إحنا محتاجينه أنا محتاجة والفرقة محتاجة والطابلة آآ لأ أنا أنا بس كده يعني آآ آآ يعني آآ مما كنت بتعملي فيه كده ليه يعني؟ قرصة ودن شدة كده يعني ومن ثلاثة وحارجاعه والله مش هعرف أنا أصلي أم لاحظ إن في الفترة الأخيرة بابا متمسك بماما قوي يعني مش قادر يستغنى عنها وماما برضو بس يعني هعمل ايه؟ هحاول أخليه يرجع لك أحاول لا يمكن مش هيعصل أبدا 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 زي ما طلقتني تيجي ورجليها في غقرة أبتها وتردني تاني أنا مش رمية يعني أنا ما عنديش حد يريد يسأل علي أولا إيه؟ يا بابا العلمك يعني أنت طبعا لا سمح الله أي وحدة تتمنىك طبعا يا بابا أمال إيه؟ أمال إيه يعني أمال إيه؟ لا ولا حاجة أنا بس عايز أسألك سؤال يا بابا يعني هي سلوى منطيع اللي خلعتك دي معلش يعني يا بابا؟ هي مش كانت صاحبة سناء بنتك؟ أيوة وأنا اخترتها من بين صحابها كلها طيب هي مش كانت شغالة مدرسة إيه اللي بقى شغالها رقاصة يعني يا بابا؟ دي كانت مدرسة تربية فنية فنية بس ما فيش حد بياخد دروس خصوصية في الرسم فأنت قلت بقى تشغالها رقاصة عشان تكسب من وراها كتير يعني أكسب إيه؟ طب تصدق بالله يا ابني؟ والله بيعد علينا بالتلات أيام ما بنلاقيش المزة يا يا بابا بتلاقوش المزة يعني بجدها هتصعب عليها والله ده أنا ممكن على حقيقة ما بتلاقوش المزة بابا بابا أنا عايز أقول لك على حاجة بس يا بابا عليش يا بابا أنا كان نفسي في وقت من الأوقات يعني أن أنا أقف كده في الشارع مع صحابي ونبص عليك وأقول لهم الرجل اللي واقف هناك ده أبويا أفتخر بيك يا بابا هو أنت عندك صحاب؟ لأ طب خلص يا أخي قالب دماغي ليه مزصب بص يا عمو ما حضرتك مش هي مش كده أول ما هي حتيجي هتقوم حيتك بقى إيه كده مدلوق وبتاع لا لازم يوقفيك كرامة بقى كده وقوة وصلابة علشان هي بقى مش أول ما تيجي تقولك يلا تروح معاها وتستحلىها بقى وتستقوى عليك ليه؟ مليش أه؟ ماوريش رجالة؟ لا موركش يا بابا وبعدين تقعد هنا ليه دلوقتي؟ مستنى الموقع الكبرى مع منطعي يا بابا أنا من رأي يا بابا أن أنت وقت ما هي تيجي أنت ما تبقاش موجود خالص إحنا نقعد نتكلم معاها ونتفاهم معاها ونقدم لها شروطنا لو وفقت عليها ساعتها تخرج وتقعد معاها إيه إيه يا عادل أنت ناسي أنها لما تيجي لازم نجيبها ونكتبها أي مجدينة ونخلاها تمضي عليها أي مجدينة بس أنت بتقولها أي كلامه خلاص أي مجدينة الراجل اللي بيكتبها مش السيدة قوم يا بيت قوم يا سرقة خالص قوم أنت بابا حيورطك كالنفع نفسه مالكيش دعا مالكيش دعا بابا بجد يا بابا أنا رأي ده رأي مهم جدا وبعدين أنت يا بابا لازم يكون عندك فعلا كبرياء ما ينفعش تقابلك ده وبسهولة يعني يعني ده رأيك؟ أي يا بابا وبعدين في حاجة تانية لو أنت احتاجت فلوس في مية طريقة تجيب بيها فلوس لكن ما تاخدش الفلوس بتاعت الفرقة يا بابا وش معنى الفرقة تاخد الفلوس دي كلها؟ أولا ده أنا أكتر واحد بيضحك مراتي وبترقص ودام رجالة مش دي تضحية؟ أه لا فعلا ونعمة تضحية أنا مش عارف والله بجد مصر من غيرك كانت هتعمل إيه؟ أنت كل يوم يا بابا ما شاء الله بتديني خبرات إيه الحلاوة دي؟ عدل له سمحته ما تتريعش لأن عمل المرأة ليس عار أه طبعا مش عار عمل المرأة ده شيء طبيعي بس أنت بتفكري أن أنت تنزلي تدرابيلك وسطين ولا إيه؟ ليه يا بابا حنزل أضراب حد ما عمليش حاجة في الشارع ليه يعني؟ ما كان شيبان عليك أنك عديم الرجولة أنا كنت عارفة أنك أنت مش جادع لكن مستواك يبقى واطي وتتجوز رقاصة وتمسك لها الفرقة يهجاص مال هديو مال الرجولة واحد وبيحافظ على مصالح مراته زي أي راجل شهر بس ما تقولش راجل زي أي شهر فعلا الواحد ما يعرفش الخير فين؟ قال كنت ناوي يرجع له لأ عشان هو صعب علي وخلاص على فهم أنت راجل واطي وهتعيش طلع عمرك واطي ايه وهتقولي واطي أنا أتنغي علي فوق 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 فين؟ عند خزان الميا يا شقة ليه؟ ده أنا على السن ده مفيش واحدة تستعص علي ده أنا في ممكن تكون هي مين؟ ممتاعي؟ ما تعلقها طب أننا نروح فين دلوقت؟ خشي تحت الكنبي يا أخي خليك انت بابا خليك ما تقلقش ما تقلقش صباح الصباح واللي جاي أحلى من اللي راح اشرب بالإزازة عشان تبقى طازة خليك ملش عشان وشك ما يكرمش قوعي يا موزة وسعي يا موزة عبدان بها بقال وبي سيعة اشتا؟ لا أنا زعلان منك اخصو عليك ليه سيعة؟ اخصو عليك خد خد أنا جابلك حاجة حلوة ها 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 أعشان تزدتلمut كيت وتأكل إن revenge اشتا؟ اللي ر Lync زعلان منك زعلان منك يا سيعة؟ اخصو عليك أنسا تلم Retzer بقى أنا محضر لك فيلمين كده بس عشان المراقين عادين ايه 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 والحلوة بعدين الله بحبك بموت فيك ليس عشان أنيك الحلو وصوتك المجالج اللأ عشان حنية قلبك أخن أخن ضربتني في الصغرى عارفت الصغرى؟ هيا دريتي لا يا جماعة مدام الحكاية وصلت للصغرى فمتهالي بقى تتكلوا على الله يا بابا وجاتلك لغاية عندك وصلحتك وروح على بيتكو يلا يا بابا متشكرة يا ابن جوزي يا حني يا خداي أموتكو يلا يا بابا أموتكو يلا يا بابا أموتكو يلا يا بابا يلا يا سيعة يا عين يا بابا يا ماما هي زعلانة ولا هي يا ماما؟ ليه وحاز علان ليه؟ على فكرة يا ماما بابا ده أنا متمنهوش ليك يعني هو برغم أنه هو بابا بس أنت تستهلي حد أحسن من كده أنا بحلملك